اشتركوا في القناة سعادة السيدة هالة رمزي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية المشاركة في اعمال الجمعية اذا نراحب بك استاذ هالة في نشرة الثالثة حدثينا عن مشاركة الشعبة البرلمانية في اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ما هي ابرز الموضوعات التي سيتم التطرق لها بداية نشكر تلفزيون البحرين على اتاحة هذه الفرصة ليلقاء ضوء على اعمال الاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الحقيقة تأتي مشاركة الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات الجمعية 147 الاتحاد البرلماني الدولي تأتي بعد النجاح الذي سجلته مملكة البحرين في احتضان الاجتماعات الجمعية 146 في شهر مارس الماضي ونحن نرى طبعا اهمية كبرى لمشاركتنا في مثل هذه الاجتماعات لانها تشكل فرصة لابراز انجازات مملكة البحرين والمبادرات التي اتخذتها في سبيل استدامة التنمية والاستهار وكذلك طبعا تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وبناء شراكات وروابط مع البرلمانات في مختلف دول العالم وفي هذه الدورة من الجمعية التي ستعقد في مدينة لواندا عاصمة جمهورية انجولا سيكون الموضوع الاساسي حول العمل البرلماني من اجل السلام والعدل والمؤسسات القوية وهذا هو الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة ومن خلاله سنقدم سلسلة من الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين من اجل تحقيق هذا الهدف ونسب الانجاز التي احرزتها المملكة وما تشكله من نموذج متقدم في نشر السلام والتعايش والتقدم المستمر في مجال حقوق الانسان وعلى مستوى اجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي ستناقش العديد من المحاور والموضعات من بينها موضوع تحقيق الامن الغذائي العالمي ودور البرلمانات في الحد من الاضرار عن الناتجة عن الاتجار بالايتام وكذلك مكافحة الارهاب والتطرف وسيكون لموضوع التوازن بين الجنسين وحقوق الانسان وكذلك دور الشباب في البرلمانات مساحة من النقاش والحوار بين البرلمانات المشاركة في الاجتماعات طبعا إلى جانب التحديات الناتجة عن تغير المناخ وبالتأكيد كل هذه الموضعات سيكون الوفد الشعب البرلماني المشاركة مشاركات فعالة وإيجابية خلال مناقشاتها عبر تقديم كلمات وأوراق وأيضا بعض التوصيات والتي تبرز مكانة مملكة البحرين وجهودها في تحقيق أهداف التدمية المستدامة نعم من عاصمة جمهورية أنجولا الواندا سعادة السيدة هالا رمزي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلماني المشاركة في أعمال الجمعية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك